موسيقى نرحب بكم أعزائنا المشاهدين إلى برنامج أضوار على الإعلام الإسرائيلي تسابق قادة الاحتلال على التحريض على الرئيس محمود عباس بعد خطابه فيما ناقشت القناة العاشرة الإسرائيلية استطلاعا أمريكيا أظهرا خفاضا ملموسا طرأ في تأييد الإنجليين الأمريكيين لإسرائيل بسبب تعرضهم لرسائل متعاطفة مع الفلسطينيين وجيش الاحتلال يستحوذ على نصيب الأسد من ميزانية إسرائيل وفي هذه الحلقة تقرير خاص عن جهود إسرائيل لمحاربة دائرة التعاطف الآخذة بالتوسع مع الفلسطينيين في العالم والداعية لمقاطعة إسرائيل موسيقى جاءت ردود الفعل الإسرائيلية بشكل متسارع على خطاب سيادة الرئيس محمود عباس خلال أعمال الدورة الثامنة والعشرين للمجلس المركزي الفلسطيني واتسمت ردود الفعل بالتحريض واتهامه بمعادات السامية فيما وصفت بعض وسائل الإعلام العبرية الخطاب بأنه حرق للجسور أما الرئيس الإسرائيلي روبين ريفلين فقد استغل اللقاء الذي جمعه بوفد اللوب اليهودي الأمريكي في مقر الرئيس الإسرائيلي في القدس المحتلة للتحريض على الرئيس محمود عباس بالقول أن خطابه مكون من كلمات رهيبة عندما وصف إسرائيل بأنها مؤامرة غربية لتوطينهم في مناطق عربية على حد تعبيره أما رئيس كتلة البيت اليهودي اليمينية المتطرفة ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت فقد دعا بحجة الرد على خطاب الرئيس إلى القضاء على أي احتمال لإقامة دولة فلسطينية ووزير جيش الاحتلال أفكدور ليبرمن قال أن الخطاب يستدرج إسرائيل إلى معركة سياسية وأن الرئيس يشجع على الاحتجاجات ضد جيشه ولكن عضو الكنيسة من المعسكر الصهيوني نحمان شاي اتهم أبو موازن بمعادات السامية داعيا إلى موصفه بالتخلص منه على حد تعبيره التقرير التالي يستعرض الطريقة التي تعاطت معها الصحف العبرية مع الخطاب لم يمر خطاب السيد الرئيس محمود عباس أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير مرور الكرامي في الصحف الإسرائيلية التي خصصت صدر صفحاتها الأولى للحديث وتحليل تفاصيل التفاصيل عما ورد في الخطاب الذي وصف إسرائيليا بالخطاب المفصلي المؤسس لمحطة فارقة لعملية السلام المتعثرة على وقع انقلاب حكومة نيتنياهو عليها الصحف العبرية في تعاطيها مع الخطاب لم تشذ عن قاعدة التطرف والتعصب التي تشتاح أركان المجتمع الإسرائيلي ولعلها أسست لهجوم جديد على قيادة شعبنا صحيفة معاريف ذات الخط السياسي اليمني وصفت خطاب سيادته بالقتالي الهجومي الشرس وأبرزت إعلان سيادته أن صفقة القرن ما هي إلا صفعة للقرن لن تمر دون رد فلسطيني ودعوته إلى إعادة النظر في كل الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل صحيفة يدعوات أحرانوات الأوسع انتشارا في إسرائيل تمهت كذلك مع أجواء التحريض على القيادة وصفة الخطاب بخطاب الكراهية واقتبست عن سيادته وصف إسرائيل بالمشروع الاستعماري الذي لا يمت لليهود واليهودية بصيلة كل ذلك يترافق وجوقة من التصريحات المتطرفة التي يقودها سياسيون وصحفيون ممن تجندوا وتبنوا الرواية الرسمية الإسرائيلية دون ذكر للأسباب الحقيقية التي قادت إلى هذه الطريق المسدودة والمتمثلة في استمرار الاحتلال وسياسته التصعيدية في أرض أحوج ما تكون فيه إلى السلام نهر جمهور تلفزيون فلسطين كرست القناة العشرة الإسرائيلية واحدا من أهم برامجها لتفسير نتائج استطلاع للرأي العام أجري مؤخرا في صفوف الإنجليين الأمريكيين المعروفين بولائهم المطلق لإسرائيل أظهرا خفاضا ملموسا طرأ في تأييد الجيل الجديد من الإنجليين الأمريكيين لإسرائيل وأرجع أكاديمي إسرائيلي الظاهرة إلى تأثير نشاطات حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها المعروفة إعلاميا بي دي أس في الجامعة الأمريكية وقال ديفيد باراك جوروبريسكي من قسم الدراسات اليهودية في جامعة حيفا إن هذه الظاهرة بدأت بالتجلي منذ خمسة أعوام وتعززت خلال العامين الماضيين وأشار إلى أن هذا الجيل الجديد من الإنجليين بدأ يتعرض لرسائل متعاطفة مع الفلسطينيين تطرح شكوكا حول جدوى وأخلاقية دعم إسرائيل وطبقا لنتائج الاستطلاع الذي أجري بناء على طلب قادة الإنجليين الداعمين لإسرائيل فإن نسبة التأييد لإسرائيل ستنخفض بنسبة كبيرة خلال العقد المقبل إن لم تكرس جهود تثقيفية لتغيير مواقف الشبان الإنجليين من إسرائيل كيف حالنا في أوساط الأنجليكانيين في العالم الذين نعتقد أنهم أفضل أصدقائنا خصوصا الأنجليكانيين في الولايات المتحدة الأمريكية يتضح أنهم بدأوا مؤخرا يميلون نحو الشفقة على الفلسطينيين تعرفوا على دكتور بارك غورتسكي من قسم دراسات اليهود في جامعة حيفا لقد اعتدنا أن الأنجليكانيين أفضل أصدقائنا وأنهم يريدون فقط أن تكون أمورنا جيدة وهم يدركون أننا نواصل المضي في درب اليسوع وهم يريدون تجميع كل اليهود هنا وماذا حدث مؤخرا؟ نحن نتحدث عن ظاهرة منذ خمسة أعوام وتعززت خلال العامين الماضيين قبل كل شيء تجب الإشارة إلى صعود أجيال جديدة تحل مكان أخرى في أوساط الأنجليكانيين الجيل الجديد بدأ الدخول إلى الجامعات الليبرالية ويتعرض لنشاطات حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وأيضا لدعاة لبراليين ويتعرض ليس فقط لرسائل موالية للفلسطينيين وإنما أيضا يشك ويتساءل حول دعم إسرائيل وبشأن قضية الإجهاض وقضية المثليين الجنسيا ويطرح أسئلة جديدة الأمر الآخر الذي يحدث هو الجماهير الجديدة التي تلتحق بالأنجليكانيين وهي جماهير إسبانية وميولها الداعمة لإسرائيل أقل قوة من الدعم التقليدي لإسرائيل في صفوف الأمريكيين هيا بنا نرى كاهناً أنجليكانياً اسمه ماثوهاجي يتغزل بالأراضي المقدسة ربما أن الأمم المتحدة ليست صديقة لإسرائيل البيت الأبيض قد لا يكون صديقاً لإسرائيل اليونسكو قد تكون صديقة لإسرائيل ولكن إسرائيل لديها صديق أقرب إليها من أخ لا ينام مطلقاً ويحافظ على تحالفه معها على مدار أجيال وعينه دائماً تنظر إلى القدس ومن أجل صهيون لن نهدأ ومن أجل صهيون لن نصمت آمين أنا اقتنعت إذن ماذا حدث؟ هل هذا جيل قديم يتحدث لمن أعمارهم ستون؟ هذا جيل قديم وبالمناسبة هناك أيضاً أجيال جديدة لدى يهود أمريكا يحلون مكان الجيل السابق هذا جيل قديم لديه حب عميق جداً لإسرائيل ويجب أن نفهم من أين يأتي هذا الحب قبل كل شيء هناك تقليد أمريكي يتمثل بحب إسرائيل يبدأ من البورتيانيين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكانوا يعتقدون أنهم عبروا من البحر الأحمر الإنجليكينيون لا يتهمون اليهود بقتل اليسوع رغم أننا وشينا بها وهم أيضاً يخافون منا بعض الشيء لأنهم يعتقدون بصحة مقطع من التوراة يقول من يبارك اليهود يباركه الرب ومن يلعنهم يلعنه الرب لذلك يعتقدون أنه يتوجب الحذر من اليهود وعدم لعنهم أيضاً داخل محبة إسرائيل لديهم جذور معادية للسامية قد تنقلب الإنجليكينيون يتطورون في دول العالم الثالث التي لا تدعمنا تقليدياً صحيح صندوق كيرين هيسود الصهيوني منح مؤخراً جائزة رفيعة لامرأة أنجليكينية من أندونيسيا بسبب التبرعات التي جمعتها لصالح إسرائيل وهذا يعني أنهم ينتشرون في أماكن أخرى مثل البرازيل هل سنرى تغييراً سيئاً بالنسبة لنا من جانب الأنجليكينيين في العالم وربما انتقال لدعم الفلسطينيين أنا لا أعتقد أن ذلك سيكون في القريب أنا أعتقد أن هذا التقرير يشير إلى توجه يجب الانتباه إليه بالمناسبة هذا التقرير نشرته أوساط مسيحية من أحباء إسرائيل وهم يبحثون عن استجابة لهذه الظاهرة عبر العمل داخل الجامعات لكن هذه الجهود تقود إلى نتائج معاكسة أنا رأيت حادثة مصورة عبر فيلم صغير عن شاب أمريكي وصل إلى إسرائيل عبر رحلة نظمها الأنجليكينيون وهنا رأى جدار الفصل وغير رأيه ليس بالإمكان معرفة كيف تغير هذا التوجه ويجب أن نعرف ماذا يحدث في الحياة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام خصوصا في معسكر ترامب 80% من الإنجليكينيين صوتوا لبوش الذي صار رئيسا بفضلهم وأيضا 80% منهم صوتوا لترامب مقلاع شلومو واسم الدراع الدعائية الخارجية الذي شكلته حكومة بن يمين نتنياه مؤخرا لمحاربة ما سمته جهود نزع الشرعية عن إسرائيل في العالم وذكرت صحيفة هارتس العبرية التي كشفت النبأ أن وزارة الشؤون الإستراتيجية والإعلام الإسرائيلية شكلت شركة مستقلة تحمل اسم مقلاع شلومو منبهة إلى أن الحكومة الإسرائيلية قررت قبل أسبوعين تحويل مبلغ 128 مليون شيكل أي حوالي ما يقدر بـ 35 مليون دولار بالإضافة لمبلغ مباثل من متبرعين يهود من الخارج لمقلاع دود وأوضحت الوزارة الإسرائيلية وفقا لها هارتس أن الهدف من تشكيل الطاقم تنفيذ نشاطات دعائية شاملة في إطار محاربة مقاطعة إسرائيل في العالم كشفت صحيفة هارتس العبرية أن وزارة الشؤون الإستراتيجية والإعلام الإسرائيلي أنشأت طاقما خارجيا عبارة عن شركة مستقلة تعمل على تحقيق منفعة الجمهور الإسرائيلي أطلقت عليها اسم مقلاع شلومو لمحاربة الجهود التي تبذلها جمعيات مناهدة للعنصرية وحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها ويجري تمويل مقلاع شلومو بحسب الصحيفة من ميزانية الحكومة الإسرائيلية التي حولت له قبل نحو أسبوعين إلى جانب مبلغ مماثل يصل من متبرعين يهود من الخارج وأنصار لإسرائيل من غير اليهود ويعمل طاقم مقلاع شلومو على تنفيذ أنشطة دعائية شاملة في سياق حملات عمل على محاربة جهود نزع الشرعية عن إسرائيل في العالم ولن تخضع هذه الشركة لقانون حرية المعلومات تبقى لسياسة السرية السارية في وزارة شؤون الإستراتيجية الإسرائيلية التي يتم بموجبها الامتناع عن تقديم معطيات حول نشاطاتها للإعلام ووفقا لوزارة شؤون الإستراتيجية الإسرائيلية فإن عناصر مقلاع شلومو سينشطون في شبكات التواصل الاجتماعي لأن الخصم يواجه معظم جهود الوعي والتحفيز لهذا الفضاء وبحسب وثيقة نشرتها موقع العين السابع الإلكتروني فمن المتوقع أيضا أن تقوم الهيئة بأنشطة توعوية جمعية والعمل على استخلاص حكمة الجماهير وهي الأنشطة التي تعرف بأنها جلب أفكار ومقترحات جديدة من الجمهور الإسرائيلي واليهودي وأنصارهم إلى صناع القرار والمانحين في العالم اليهودي لتطوير أدوات جديدة لمكافحة نزع الشرعية عن إسرائيل على حد تعبير الصحيفة وجاء في نص قرار حكومة الاحتلال بهذا الخصوص فإن مقلاع شلوم يهدف لتنفيذ أنشطة مكافحة ظاهرة نزع الشرعية والمقاطعة ضد دولة إسرائيل والحكومة ستعمل على رفع حصتها من تمويل المشروع إلى حوالي النصف مقابل الجهات الداعمة أو المنظمات المؤيدة لإسرائيل على أن يتم إنشاء لجنة توجيهية للمشروع تتألف من ممثلين حكوميين وممثلين عن شركاء التمويل ونشرت صحيفة هارتس قائمة تضم أسماء المساهمين ومدراء الشركة وهم الجنرال يعقوب عميد رور رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق المدير العام السابق لوزارة الشؤون الاستراتيجية يوسي جوبرفازر والسفير السابق في الأمم المتحدة والمستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو دوري جوليد والسفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة روني فروشوار ورجل الأعمال ميخا أفني نجل ريتشارد لكن الذي كتل في هجوم وقع في الكدس عام 2015 ورئيس معهد دراسات الأمن القومي الجنرال عموس يلدين وأهم الممولين للمشروع الملياردير اليهودي الأمريكي شيلدون إيدلسون كشفت مجلة إسرائيلية نميزانية الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية الموساد والشباك لعام 2019 ستبلغ 9 مليار و 600 مليون شيقل وكانت في عام 2016 قد وصلت إلى 7 مليارات شيقل ونصف وصادقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع ميزانيتها للعام المقبل 2019 حيث نال جيش الاحتلال نصيب الأسد منها بعد 24 ساعة من النقاشات والضغوط صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على الميزانية العام للعام 2019 والتي ستبلغ 397 مليار شيقل يضاف إليها 100 مليار شيقل لتزديد الديون وهذه أكبر ميزانية في تاريخ إسرائيل حتى اليوم وكما في السنوات الماضية تسيطر ميزانية جيش الاحتلال على أعلى شريحة من الميزانية وتبلغ 63 مليار شيقل علما أن ميزانية الأمن ارتفعت منذ عام 2014 بنسبة 37% تليها ميزانية التعليم التي تبلغ أكثر من 59 مليار شيقل بزيادة 38% منذ العام 2014 أما ميزانية الصحة فتبلغ 38 مليار شيقل بعد أن حققت زيادة بنسبة 60% منذ عام 2014 وتصل ميزانية التأمين القومي إلى 44 مليار شيقل وستكون ميزانية عام 2019 أكبر بـ 23 مليار شيقل من ميزانية العام الجاري بعد أن صادق وزير المالية على توزيع 23 مليار شيقل على الوزارات بزيادة 3 مليارات عن المبلغ المخطط وقال رئيس الحكومة نيتانياهو في أعقاب التصويت على الميزانية أن الحكومة صادقت على ميزانية ممتازة وقانون تسويات ممتاز يعبر عن سياساتنا المتسقة والمسؤولة وهي ميزانية تحافظ من ناحية على النمو والقوة الاقتصادية وتهتم بالاحتياجات الاجتماعية لجميع الإسرائيليين وقال وزير المالية كحلون هذه ميزانية تنمي من ناحية الاقتصاد ومن ناحية أخرى تحول الأموال إلى السكان الذين كنا نريد مساعدتهم مثل المعاقين والمسنين والناجين من المحرقة لدينا اقتصاد قوي وسنتأكد من أن ثمار هذا الاقتصاد ستصل إلى السكان الذين تم التخلي عنهم في السنوات الأخيرة ورغم حصول وزارة الجيش على أعلى حصة من الميزانية إلا أن وزير جيش الاحتلال أفكدور ليبرمن لا يتنازل عن طلب زيادة أربعة مليارات وثمانية ملايين شيكل للميزانية وتم الاتفاق على عقد اجتماع للمجلس الوزاري بعد عيد الفصح العبري لمناقشة هذا الأمر التقرير التاري الذي أعدته الزميلة ميساء الأحمد يستعرض نماذج من تحريض القادة الإسرائيليين وكتاب الرأي ونشطاء الإرهاب اليهودي على أبناء شعبنا وقيادته أحداث وقضايا عداتنا ولها الإعلام الإسرائيلي بشكل عنصري ومحرض عبر صحفه وشاشاته ضد أبناء شعبنا وقيادته فبعد تهديد الحكومة الإسرائيلية بتقويد دعمها للأنورو واحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية عقب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي عبر عن رفضه إجراء أي تغيير للوضع القائم بالقدس والذي ردت عليه القيادة الفلسطينية نيتها التوجه إلى مجلس الأمن لرفع مكانة فلسطين من دولة مراقب لدولة عدو أمر لم يمر مرور الكرام على الصحفة الإسرائيلية فأوردت صحيفة يتيد نئمان خبرا يصف الخطوة بالمتطرفة ويهاجم الفلسطينيين أما يدعوت أحرنوت فهجمت السلطة الوطنية بخبر أوردته على صفحاتها اتهمتها فيه بالدفع نحو ممارسة القتل داعيا إلى توسيع المستوطنات بهدف التضييق على الفلسطينيين كل ذلك على خلفية ما أسمته بالرد على مقتل أحد المستوطنين أما على صفحات التواصل الاجتماعي فانتشر تحريد كالنار في الهشيم حتى طال وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلية الذي دعا أيضا إلى الرد على مقتل المستوطن بتوسعة مستوطنة جفعاد جلعاد فيما طالب أحد ما يسمى قادة فتية التلال الإرهابية في منشور له بتضييق الخناقي بشكل أكبر على أهل نابلس بشكل خاص من خلال إعادة الحواجز والإغلاقات الدائمة وعلى صعيد آخر علقت يدعوت أحرنوت على عائلة التميمي والطفل عهد وطالبت بمحاكمتها محاكمة عسكرية وإصدار حكم بالسجن عليها رغم قصورها وتستمر يدعوت أحرنوت في مهاجمتها للكل الفلسطيني حيث أوردت خبرا يدعو إلى وقف دفع مستحقات عائلات الشهداء والأسرى بدعوى تمويل الإرهاب معنونة ذلك قضاء أكثر سنوات في السجن يساوي أكثر شواكل في الشهر كما نشرت الصحيفة كاريكتيرا سافرا من الأسرى الفلسطينيين يصورهم بأنهم يعيشون في نعيم داخل السجون ويتلقون تقارير حول أجورهم وأسرهم من السلطة الوطنية حيث يكتز الرسم بالعنصرية مسموما بإشارات استعلائية بغيضة وفي السياق ذاته عرض برنامج قبل الجميع على القناة عشرين فيديو يعلق فيه عضو الكنيسة عن حزب الليكود أمير أوحانا ويهجم السلطة الوطنية ويتهمها بدعم الإرهاب ميساء الأحمد تلفزيون فلسطين بهذا يصل برنامج أضواء على الإعلام الإسرائيلي إلى نهايته هذه تحيات أنصى عرقوب في العداد وتقديم ومحمد قديمات في الإخراج إلى اللقاء اشتركوا في القناة